اشتركوا في القناة يمشون في الطريق يرهون في رشا قرد كأنهم طريق في جد يعملون وهم متعاونون يسود الحب بينهم وهم لا يتعبون سويا يلعبون يجرون يمرحون رغم الجليد والبرد نارهم ينشطون يولبون النداء يصعون للبناء البيئة النظيفة كانت لهم رجاء وطريق رقيقة حركاتهم رشيقة تعالوا ما عندنا لهم لنعرف الحقيقة وطريق رقيقة حركاتهم رشيقة تعالوا ما عندنا لهم لنعرف الحقيقة في غار البطاريق يمشون في الطريق يرهون في رشا قرد كأنهم طريق اشتركوا في القناة يسكن الجزيرة بطاريق رائعة استقروا فيها من مئات السنين لأنهم وجدوا فيها المناخ المستقر والخيرات الوفيرة إنهم يعيشون هناك حياة مترابطة مملوئة بالمحبة والسلام ولكن على أطراف هذه الجزيرة الجميلة كان يتربص بهم بعض الأعداء أعداء مخيفون نفوسهم مملوئة بالشر الأسود وكل غرضهم هو تدمير هذا الوطن الجميل لكن البطاريق الصغيرة الرائعة باتحادهم وتعونهم واستخدامهم للحكمة دائماً كانوا ينتصرون عليهم في كل مرة أخيراً انتهيت من عمل اللوحة جميلة جداً أنت رائع حقاً يا جدي من الواضح أن جدي فنان عظيم جدي ما رأيك في مسابقة للرأس وهذا من أجل تنمية مواهبنا هذه فكرة عظيمة حسناً أنا موافق زيكو ستقوم أنت بتنظيمها وأنا أعدك بأن تكون مسابقة فنية ذات مستوى عالي لنستفيد منها اقرأوا يا بطاريق هناك مسابقة فنية ستبدأ قريباً ها؟ مسابقة فنية؟ ها؟ ما سر هذا الجحام؟ خبر عاجل المسابقة الفنية لقرية البطاريق ستبدأ قريباً هدوءاً من فضلكم واستمعوا إلي بإنصاط قرر جدي إقامة مسابقة فنية وكلفني بتنظيمها ولهذا السبب أنا جمعتكم هنا والمطلوب منكم أن تسمعوا كلامي وتنفذوه ستدخلون جميعاً المسابقة وبالنسبة للأشخاص قليل الخبرة أقترح أن نقيم لهم فصلاً تدريبياً قصيراً لتكون الفرص متكافئة وسوف نبدأ في الفصل التدريبي الآن فمن يريد منكم الالتحاق يمكنه تسجيل اسمه عندي ولانا من يريد ها؟ لقد انتهى اليوم ولم يتقدم إلي أحد ماذا لو لم يأتي أي أحد منهم ليتقدم للمسابقة سيصبح موقفي سيئاً واجاتي سيسحب مني ثقة انتبهوا لي لقد قررت منح هدايا لمن يلتحق بالتدريب معي نحن نحن نحب فقط أن نأخذ الهدايا لأن ندخل الفصول طبعاً لا من سيحضر الفصل التدريبي؟ من يستحق الهدايا؟ أعتقد أن كلامي مفهوم حسناً حسناً إذن هيا نلعب في أماكن أخرى حسناً لا تبكي من أجلك سوف ألتحق بالفصل التدريبي حقاً أنا أشكرك أشكرك سأراك لاحقاً مع السلامة مع السلامة نجحت حيلاتي يالي من بطريقنا عبقري أولاً أشكركم وأقدم لكم نفسي مدرس الرسم الجديد وأرحب بكم جميعاً في فصلي للتدريب على الرسم ابدأ دروسك بسرعة يا زيكو حسناً يجب أن تعلموا أولاً أن الفن ليس وسيلة لله إنما هو موهبة ومهارة وهذا ما ستتعلمونه وعن نفسي سأبذل قصارى جهدي لأعلمكم هل أنتم مستعدون؟ حسناً فلان أنا انتهيت ما رأيكم؟ جميلة إنها قبيحة جداً الخط يشبه دودة الأرض ماذا؟ أنتم لا تفهمون الفن؟ الفن إحساس هيا أرسموا مثلها بسرعة حسناً نحن نرى نحن نرى أنظر حقاً؟ دعني أرى قلب الدجاجة كيف رسمتها؟ أولاً رسمت الرأس وبعد ذلك أكملت التفاصيل ثم رسمت الرسمة رسماً كروكياً ثم رسمتها مجدداً ما أجملها يا قلب الدجاجة رسمت أفضل من زيكو آه هاتها، هذا ليس رسماً آه ماذا تفعل؟ انظر أيها المدرس آآ، هذا ليس له علاقة بالفن شخص صغير مثله يجب أن يتعلم الأول الرسم قبل أن يقول إنما يفعله رسماً أو فناً أخبرني، ماذا تفعل؟ أنا أرسم ثانية عظيمة جداً، أتعرف؟ أنت فنان بارع بكل تأكيد كفا، الزموا الهدوء، واجلسوا قلب الدجاجة، أنت لا تعرفوا كيف ترسم وأنتم قرشتم عن نظام الفصل، سأفصلكم قلب الدجاجة حصل على صف مستين يا قلب الدجاجة إلاه يستحق الدرجة النهائية الآن درس جديد، في هذا الدرس سنحتاج إلى خيال كبير أنظروا، التي أمامكم الآن هي قطعة ثلج لكن لمسات الساحرة ستحولها لتحفة فنية وسأريكم كيف، انتبهوا والآن انتهيت، ما رأيكم؟ هل تحفتي أعجبتكم؟ إنه ليس شيئاً، أنت لست فناناً حجارة؟ إن هذا رائع هذا شيء مذهل، إنه حقاً تحفة فنية أستاذ، هل أعجبك عملي؟ أنت هنا؟ لماذا لم يكن مستوايا أنا في مثل مستواه؟ إنه بالتأكيد، هو لديه موهبة فذة هذا يدفعني إلى الجنون، ولكن إذا أثنيت على ما فعله كيف سأعلمهم؟ إنها مشكلة إنه من الأفضل، ألا أثني عليه، لكن كيف؟ تلك مشكلة أخرى، فعلاً مشكلة، إنها مشكلة من أين جاءتك الجرأة حتى تقوم بهذا؟ إن الإبداع الفني يحتاج إلى خبرة ووقت طويل للعمل ولا يتم في وقت قصير مثلما فعلت أنت، التفاشل ولن تكون مبتعاً مثلي، هذا تهور منك يا قلب الدجاجة ها، انظر الآن، هكذا أصبح عملاً فنياً مدرسي، أنا مخطئ، لن أستطيع الوصول إلى سيادتكم ها، مسكين يا قلب الدجاجة لست جديراً بأن أكون تلميك الفنان الوحيد والمبدع هو أنا يا زيكو زيكو جدي زيكو، هل أنهيتم أعمال المسابقة الفنية؟ أعمالاً كثيرة، وسأبدأ بأول الأعمال وهو تمثال الأمل ها، تمثال الأمل، واين هو؟ أنا لا أراه ها، جدي، ها هو ها، ها، أف ها، هذا تسميه تمثال الأمل؟ ها م، هذا تسميه الأطلال كيف تقبله؟ أين حسك الفني؟ ها، انتظر لحظة، هناك أعمال أخرى ه, ها، ها هذه؟ إنها آخر إبداعاتي ما رايك فيها؟ قل يا زيكو ما هذه اللوحة؟ إنها لوحتي وأسميتها الظلام الظلام؟ إيه حيران توقف ما هذا الذي فعلته؟ أرفع المخلفات التي تركتها أن ها هاتي هذه هاي سلام المكان أصبح نظيفا يمكنكم العمل الآن آه يا لحظي السيء جدي أنظر آه إنها جميلة ومذلة جدا أنا لم أكن أتوقع أبدا أن يكون بين أحفادي فنان موهوب هكذا ترى من يكون هو آه ما هذه؟ زيكو اخلع نظارتك من على وجه تمثال والنظارة تشوه جماله الرائع أمرك يا جدي خلعتها يا جدي زيكو أنت بخير ما يحزنني التمثال آه لقد كان تحفة فنية حقيقية لا يهم يا جدي سأعمل أفضل منه المهم تنتهي منه بسرعة موعد المسابقة غدا أراكم غدا Milli اشتركوا في القناة ليس لدي عمل انتهيت من قلب الدجاجة لا 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 ما رأيك اذا في عملي هل تعفوز؟ انا لا اعرف انا فقط بلا احساس فني انتظر ماذا بك؟ ماذا تفعلون الآن؟ نجاهز للمسابقة الفنية المسابقة مجددا اخيرا وجدتك ماذا حدث يا زيكو؟ ابدا لا شيء لا شيء قلب الدجاجة تعال ها ترى ما هي الخدعة التي يدبرها اسمع يا قلب الدجاجة انت فنان بارع ما رأيك في هذا؟ اريدك ان تصنع التمثال الذي صمنته مرة اخرى ها هل انت جاهز يا صديقي؟ استاذي ما فعلته سبقا ليس به احساس فني هيا ابدأ واصنع أي شيء تفضل لا استطيع عمل الشاي انتظر نبدأ منذ البداية عليك لرسم الصندوق الذي رسمته حسنا انظر لا ليس هذا انا اريدك ان ترسم الصندوق الذي رسمته من قبل يا قلب الدجاجة استاذي لقد اخطأت ثانية ولن ارسم الا ما توجهني اليه اطوي هذه كما سبق هيا استاذي لم تعلمني هذا لذلك فلا استطيع والان تفضل وعمل لنا لوحة فنية ارى ان كل هذا حماقة علينا ان نتخلص منها هذه اخر فرصة لك امسك المطرقة وقف امام قطعة الثلج واصنع لنا عملا فنيا كما اعتدت سابقا حسنا يا زيكو هيا تقدم يا بطل سوف يقوم الآن بتصميم عمل فني رائع اما انا فساستعد لاستقبال التكريم زيكو انا معجبة بك وانشر كتابا به ابداعاتي والبطريق يقفون بالطوابير في انتظار كتبي ويطلبون توقيع عليها اشكرك وقع لي انتهيت اليوم تعالوا غدا غدا زيكو يا زيكو انظر هيا لقد انتهيت ما هذا يبدو انني فقدت شيئا هذا ليس عملا فنيا نعم نسيت نزارة استاذي هذا اسوأ عمل فنيا انا رأيته اين يسك الفني انت حقا تلميذ فاشل 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 ما يحدث يدفعني إلى الجنون أما زلت لا أستطيع عمل شيء جيد ما هذا؟ متى تفعل؟ أيها الحضور استعدوا سوف تبدعوا المسابقة اهدأوا قليلا أولا أنا سعيد بأنكم جميعا مشاركون في المسابقة والغرض من هذه المسابقة اكتشاف روح الفنان داخلكم وسوف أقوم بنفسي بالتحكيم على لوحاتكم والآن فليتقدم كل منكم ويعرض علي أعماله انظروا هذا هو عملي هذا عملي اسمه رجل الجليد رائع رائع سمكة الطائرة وهذه هي تحفة الفنية والتي يأكلونها من حلاواتها أقول ليست المسابقة لطه جدي ما رأيك؟ حيران ما هذه الرائحة؟ إنه جوربي الذي لم أغسله أبدا دبدوب أين هو عملك؟ لقد اشتركنا نحن الثلاثة في عمل واحد سميناه العقاب من هذا؟ جدي لقد تجمت زيكو كيف حدث هذا؟ شجاع اذهب حرره بسرعة نعم جدي العمل الذي رأيته وأعجبك كثيراً كان من صنع قلب الدجاجة نعم قلب الدجاجة صنع العديد من الأعمال الجميلة ولكن زيكو دمرها لقد كان غيوراً جداً من قلب الدجاجة زيكو لماذا فعلت هذا؟ أنا أعزف جدي قلب الدجاجة رحل وترك القرية زيكو هو السبب نعم أنا السبب سوف أذهب وأعيده ابحثوا عنه في كل الاتجاهات واحترسوا نعم قلب الدجاجة أين أنت؟ قلب الدجاجة ترى أين يكون؟ ها؟ ها وجدتك تعال معي أنا بلا إحساس فني ولا أستحق أن أكون تلميذك أبداً لا 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 ليس كذلك في الحقيقة أنا الذي لا أستحق أن أكون أستاذك أيها النابغة أنا كل ما أريده فقط أن أكون رساماً مشهوراً ويشيرون إلي بالبنان ولكن عندما رأيت لوحاتك اكتشفت أنني عاديم الموهبة وسأفقد حلمي في الشهرة ولهذا السبب أصابتني الغيرة منك وعملت على أن أهز ثقتك بنفسك فكذبت عليك وأقنعتك بأن لوحاتك ليس بها أي لمسات فنية أخي أرجوك سامحني لقد كان خطأي كبيراً وأي اعتذار لن يعطيك حقك ها؟ ها؟ لا تذكر ذلك يا زيكو أنا لست غاضباً منك أبداً ولا تنسى يا زيكو أننا أصدقاء ها؟ ولا تتحدث في الماضي مرة أخرى موافق؟ ها؟ صديقي أنا آسف لك وأعتذر هذه أخلاق الفنان أنت فعلاً فنان شكراً شكراً زيكو بمساعدتك استعدت الثقة بنفسي بل المفروض الذي يشكرك هو أنا هيا فلنعد للقرية الكل في انتظارك حسناً صغار البطاريق يمشون في الطريق يلهون في راشقات كأنهم فريق بيجد يعملون وهم تعوينون يسود الحب بينهم وهم لا يتعبون صغار البطاريق يمشون في الطريق يلهون في راشقات كأنهم فريق بيجد يعملون وهم تعوينون يسود الحب بينهم وهم لا يتعبون سوياً يلعبون يجرون يمرحون رغم الجليد والبرد نراهم ينشطون يلبون النداء يصعون للبناء البيئة النظيفة كانت لهم رجاء وطريق رقيق حركاتهم رشيقة تعالوا ما أدرهم لنعرف الحقيقة وطريق رقيق حركاتهم رشيقة تعالوا ما أدرهم لنعرف الحقيقة